بلا شك أنه الاحتلال الآن يعتمد على طريقتين الآن للوصول للأسرى منتزعير حرية الجانب الأول استخباري وهذا يتعلق بجانب العملاء وأيضاً الأليات المتعلقة بالبحث الإلكتروني سواء بالتنصط على المكالمات مراقبة بعض النشطاء المتعلقين أو المرتبطين بالأسرى المحررين ومراقبة أيضاً ذويهم وهذا عمل مألوف ومعروف لكن الجانب الآخر الحادث هنا في الأراضي الفلسطينية وهو الاعتماد على كاميرات الرقابة الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين والتي تسببت فيه أكثر من حالة إلى كشف عديد خيوط عمليات إما نفذت أو نصول إلى مطاردين في الأراضي الفلسطينية أدى ذلك إلى تصفيتهم في الأراضي الفلسطينية الاحتلال يعمد على سحب تسجيلات المواطنين وبناء على ذلك انتقلت طلقت حملات هنا في الضفة الغربية تطالب المواطنين بعدم إبقاء الكاميرات موجهة باتجاه الطرقات إلغاء هذه الكاميرات في هذه المرحلة إتلاف الديفئار الضابط والمسجل لعمليات التصوير لعدم مساعدة الاحتلال في الوصول إلى الأسرى المحررين فلسفة ما جرى اليوم هنا لابد من الإشارة إلى جانب أهمية أشار إليه الزميل حافظ وزميلتنا أيضا من جلبوع والذين أعطوا صورة جميلة رائعة في مسألة التحليل وأيضا المعلومة المستعرضة بأن الاحتلال الآن يقوم بمنهجية لإعادة ترميم الوجه أنت لديك أسرى فلسطينيين تحت الرقابة في داخل الاعتقال يصنفون بأنهم بالأيد الملطخة بعضهم منذ عام 1996 في سجون الاحتلال الإسرائيلي مغيبون عن التواصل مع العالم الخارجي الآن وأنا تحدث معك كنت أراقب ما يجري على الإعلام الإسرائيلي تفرد القناة 12 ستة مواطن خلل جرت في سجن جلبوع الموطن الأول الذي تحدثت عنه هو ما تعلق بإغفال قوات الحراسة والأمن والاستخبارات للوصول إلى عمل دقوب استمر لأسبيع طويلة في عملية الحفر من باطن الزنزانة وصولا إلى الخروج من السجن النقطة الثانية ما تعلق بالرقابة اليومية على دائل أسرى الفلسطينيين العملية بدأت الساعة واحدة وانتهت الساعة الخامسة والاحتلال تنبه إلى ذلك من خلال الأصوات التي خرجت من الرعاة والمزارعين المستوطنين المتواجدين في محيط السجن والذين تحدثوا عن وجود أشخاص غريبون يطوفون في المنطقة البعد الآخر الاحتلال يدعي بأن هناك رفقاء قاموا بعملية المساعدة خارج المعتقل وهنا يقولون بأن منظومة التجسس إسرائيل تبيع للوطن العربي منظومات تجسس توزعها للوطن العربي لم تستطع أن تضبط اتصالا هاتفيا لأسرى فلسطينيين خططوا لعملية الهرب ونجحوا في ذلك